المستعربون يتمددون دواليس الطوفان الحقيقة العارية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستعربون يتمددون إلى خارج قطاع غزة المستعربون اليهود الصهاينة طبعا هؤلاء وحدة من وحدات المخابرات الإسرائيلية أسست من اليهود الصهاينة العرب هؤلاء المستعربون الإسرائيليون تلفظ بالعبرية مستعرفين وهذه يعني تسمية أعطية لرجال العصابات وفرق الموت الصهيونية التي تأسست قبل تأسيس يعني هذه الكيان الصهيوني اللقيط من أفراد وحدات خاصة كانوا يعني أولا وجوههم عربية تأسست من يهود عرب قدموا من دول عربية من الشرق أو من المشرق وكانوا يتخفون بلباس عربي واتخذوا لهم أشكالا شبيهة بالعرب السكان الأصليين الفلسطينيين ومنذ الثلاثينات نفذوا عمليات اختيال وعمليات إرهابية كثيرة وعندما قامت عصابات الهقاناة بتشكيل فريق من أعضائها للقيام في البداية بمهام استخبارية ثم تنفيذ عمليات قتل وتصفية ضد الفلسطينيين وعموم المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين وطبعا هؤلاء كان أول واحد من هؤلاء الذين بعدين هو أصبح له شأن في هذه الوحدة هو أهارون حائيم كوهين هذا من اليهود الذين قدموا من اليمن إلى فلسطين المحتذة لتنفيذ هذه المهام طبعا هذه المعلومات تعرفونها جيدة أحبائي لأن هؤلاء ينفذون عمليات منذ فترة طويلة داخل فلسطين داخل منطقة فلسطين يعني 1948 وطلبة الغربية في قطاع الغزة وتشوفهم كأنه تشعر بأن هؤلاء هم فلسطينيون لأنهم عرب بالأساس والسحنتهم تشبه أو وجوههم تشبه الفلسطينيين بشكل كبير ويبسون كوفية ويبسون ملعبس عربية مثل العرب ومثل الفلسطينيين بشكل خاص ليش الآن بدأوا يبرزون إلى السطح هذه الأيام مع أن مهمتهم هي يعني منذ فترة طويلة تبددت إلى خارج قطاع الغزة راحوا إلى حتى إلى لبنان إلى سوريا إلى الأردن إلى دول في مصر على سبيل المثال في العراق نفذوا عمليات هذه العمليات لدفع اليهود في هذه الدول ودول عربية أخرى إلى الهجرة ودفع أيضا الدول الأنظمة الحاكمة آنذاك إلى تهجير اليهود باتهامات باعتبارهم قاموا بعمليات تفجير بينما التفجير بلو اللي يسوي يسووا هؤلاء هذه الوحدات ممن نسمون بالمستعربين ولعلكم تذكرون المؤرخ اليهودي آفي شلايم وكتاب الشهير كتب كتاب شهير في هذا الموضوع لا بد أن نذكر به دائما آفي شلايم هو أيضا من أصول عراقية وذهب إلى الكياد الصهيوني عندما كان طفلا وبعد ذلك أيضا هاجر إلى المملكة المتحدة هنا وكتب كتابا مفصلا عن دور الموساد يعني جهاز المخابرات الأمريكي الإسرائيلي وعصابات الهاغانة عصابات الأرهاب في التفجيرات التي شهدها العراق آنذاك كما قلت لكم لدفع اليهود إلى الهجرة أقول لماذا الآن يبرز اسم هؤلاء مرة أخرى لأنه لاحظت في الفترة الأخيرة في شبكات التلفزة وخصوصا باللغة العربية التي تستضيف ضباط مخابرات من الكيان الصهيوني يتحدثون كمحللين سياسيين وأمنيين وأكرر كل هؤلاء الذين يظهرون في شبكات التلفزة العربية تحديدا وطبعا باللغات الأخرى لكن لأنه هو يهمهم العرب يهمهم تغيير الرأي العام العربي باعتبار كما يقولون هذا الصراع هو بدأ هكذا الصراع العربي يانكوسيين الإسرائيلي بدأوا يتحدثون هذه الأيام أن هناك عرب من سكان قطاع غزة نفذوا عمليات اختيال تطال عناصر في حركة المقاومة الفلسطينية انتبهوا قلنا سابقا وتعرفون جيدا أن هذا الكيان الصهيوني عجز عن القيام بقتل قادة المقاومة الإسلامية وشفتوا قادة المقاومة الفلسطينية يعني أقصد المقاومة تلاعبوا بأعصابهم وهذه صفقة تبادل الأسراء التي شهدناها في الأيام القليلة الماضية كشفت عن الوجه القبيخ لهذا الكيان وعن فشله في تحقيق أي من أهدافه في عملية ما سمي بالسيوف الحديدية وفشلوا في إيجاد هو بين الشعب الفلسطيني في غزة تحديدا وبين المقاومة الفلسطينية من خلال هذا الحجم الهائل من الدمار الذي لحق بغزة رادوا بأي شكل من الأشكال يوصلون للشعب الفلسطيني في غزة أنه سبب معاناتك سبب هذا القتل هؤلاء الآلاف الذين سقطوا وهذا القتل الدموي واليومي الذي جرى وهذا الدمار وهذه المقاومة فنجب أن تنقلب على هذه المقاومة عجزوا في إيجاد مثل هؤلاء الفلسطينيين الذين يظهرون في القنوات مثلا ويتحدثون ضد المقاومات عندما سئل هؤلاء الضباط وكرر هؤلاء الضباط مخابرات يصير متقاعد بعدين يجي يصير محلس سياسي يعرف بالمنطقة وعندها أهداف فيقولون يابا ليش وما شفنا احنا على شاشات التلفزة فلسطينية يجي يسب حماس أو يسب الجهاد أو يسب بقية قال هالي أنه يقتلون هؤلاء لكن بدأوا يروجون لهذه الأكذوبة لكن حصلت هناك عمليات اختيال من قبل الفلسطينيين طالت أعضاء في حركة المقاومة الفلسطينية بس من تروح تقرأ في وسائل الإعلام الخاص بالعبري تحديدا وتشوف موقع جيش ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي وكرر موقع ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي راح تشوف هذه الأيام هناك تركيز على وحدة المستعربين وتركيز على أهداف المخابرات الإسرائيلية طبعا وحدة من الأهداف زرع الخوف والرعب في قلوب الفلسطينيين من جهة وفي قلوب قادة المقاومة وعلى صر المقاومة حتى لا أحد يتعاطف معهم أيضا من أنه يعني هذول المستعربين بدأوا ينشطون مرة أخرى وقد تجدهم هنا وهنا قال زرع الشيك في نفوس هؤلاء في نفوس الفلسطينيين عموما أنت معا ما تقدر الثق ما تعرف هذا اللي يبصفك وأقف إلا ذا أنت تعرف أصلا وفصلة طبعا خاصة الآن هجرة وبعضهم ينزحون بس هجرة داخل فلسطين وداخل قطاع غزة يقول لك يعني أحنا نزرع هم نحقق هذا الخوف النفسي وهم نزرع الشيك بيناتهم وهم أيضا ننفذ إذا استطعنا عمليات اختيال هذا داخل فلسطين أو داخل قطاع غزة لكن أحبائي أنا عندما أقول يتمددون هؤلاء يتمددون أيضا كما قلت قبل قليل إلى خارج فلسطين المحتلة يعني شلون؟ يعني الجواسيس الذين أنشئوا في داخل العراق في اليمن في لبنان تحديدا في مصر هؤلاء أيضا أعهدت إليهم مهام من ضمنها القيام بعمليات تفجير عمليات اختيال بالنتيجة عمليات أرهابية وهذا ما يمكن أن نكشفه في المحور الثاني في موضوع الكواليس موضوع الكواليس أن هناك عناصر تم تجنيدهم من زمان في داخل دول حتى في الجمهورية الإسلامية للقيام بأعمال تخريب بس طبعا المستعربون نحن نتحدث عن الذين يتحدثون باللغة العربية دول المتفرسون نقدر نقول عليهم في إيران هؤلاء المستعربون هؤلاء اللي إحنا سميناهم سابقا نتذكرون الطرف الثالث في مظاهرات شريم والطرف الثالث بعد أن تبينه وانكشفت الغمة على هؤلاء الذين زرعتهم السفارة الأمريكية وجهاز المحابرات الإسرائيلي في المظاهرات السلمية لزرع الشقاق ولبثر النفاق بين أبناء الشعب الواحد وخصوصا قلت لكم في المظاهرات في العراق في لبنان في أي مكان حتى في اليمن على سبيل المثال وطبعا في مصر أيضا لأن لديهم مهام في المستقبل أنا أحذر من هؤلاء الذين يجب أن ننتبه إليهم مو بالضرورة المستعربون في خارج فلسطين المحتلة الآن ليسوا بالضرورة من اليهود ماكو يهود بعد قليل يعني لا لا المتصهينين العرب المتصهينون العرب وهؤلاء شدوا خطرا من الصهاينة أنفسهم هم العدو فاحذرهم في سورة المنافقون هؤلاء هم هم العدو فاحذرهم إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبوا بالنتيجة خاتلهم الله أن يؤفكون المتصهينون العرب اللي يهاجمون محور المقاومة ويبررون حتى بطرق غير مباشرة ومباشرة لهذا المحور الصهيوني لهذا الكيان اللقيط ولمن يقف معه من تشوف هؤلاء اللي شنوا هاي الحملة على محور المقاومة أو على كل من يدافع عن فلسطين وآخر شيء أو أضعف الإيمان والله تتاجرون بالقضية الفلسطينية لماذا لا تتاجرون أنتم بهذه القضية الفلسطينية وتنبون على خطى ما يقوله الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجارة هذه تجارة ونعمة تجارة ابقوا معنا جواليس طوفان الأقصى بعد تحقيق استقصائي كامل قام به الكثير من الصحفيين الأجانب عن طوفان الأقصى ومن خلال المتابعة الدقيقة لما تنشره الصحف العبري حتى مو باللغة الإنجليزية من تجي تشوف بالثنايا وتجي تشوف بعض الاعترافات التي تصدر من رئيس الشاباك يعني الشيم بيث الأمن الداخلي وأيضا ضباط كبار في جيش الكيان الصهيوني وضباط حتى رئيس الشاباك السابق وهي تجي وابحث ابحث وتقرأ فيها في تصريحات هؤلاء وبين الثنايا تكتشف أشياء عجيبة عن أهداف طوفان الأقصى أهبائي هذا اللي تشوفونه والله الهدف الأساسي من الطوفان هو تصفير السجون لا لا هذا نور على نور لأن هؤلاء الشفتية الذين قاموا بهذه العملية كانت لديهم كما أقوله كما يعني من خلال الحقيقات الاستقصائية كانت لديهم أهداف ثلاثة في العملية هذه كانوا أدهم هدف يروحون بالساعة الستة الصباح ستة ونص شوف بايش بدأت العملية ويرجعون آخر شيء بهدعاش ونص الظهر إلى المكان أو إلى قواعدهم سالمين بعدين شافوا أكوا بالطريق يعني أشياء إضافية أخذوها وياهم نور على نور وكشف فادت يعني بمناسبة موضوع الأسرار وخاصة موضوع الأطفال والنساء يا بنيش أنتوا تاخذون النساء وأطفال أسرار معاكم وقلت لكم هذا نور على نور هذا زايد وياهم بالطريق لأنه من صار التبادل تبادل الأسرار بدأت الصحف الأمريكية والصحف البريطانية تحديدا والصحف الغربية عموما يتحدثون يقولون ما كنا نعرف أن الكيان الصهيوني يعني هذا إسرائيل لديه في سجونه أطال سجناء يقول كنا نشوف أحيانا يعتقلون أطفال فنتوقع أنه بعدين يطلعوهم لا طلع طفل محكم عشرين سنة وثمان طحيس سنة وثمان طحيس سنة وثمان طحيس سنة طفل طفل عشر سنة وثمان عشر سنة وثمان يأخذوهم ويتعرضون للتعذيب فالآن المعادلة الجديدة المهمة التي أرستها عملية طفل الأقصى هذه واحدة قلت لكم نور على نور هي أنه مدني مقابل مدني طلع أسير لازم نحن نطلع من سجناءنا من الأطفال والنساء والفتيات وشوفتوا هذه فضحتهم بشكل كبير وغيرت كثيرا في مزاج الرأي العام الغربي وكد أكرر غيرت كثيرا في مزاج الرأي العام الغربي لكن عموما ما هو هذا الهدف الأساسي الهدف الأول هو اقتحام معبر إيرز أو معبر إيرز يسموه وهو واحد من أهم المعابر الحدودية في الغلاف على كيبوتس يعني مستوطنة إيرز يقع حيث مقر الشينبيث أو الشاباك يعني الأمن الداخلي وتم الاستحواذ على كل المعلومات الخاصة بالعملاء في فلسطين المحتلة خاصة في غزة يعني هذا الأمن الداخلي مسؤول على الوضع الداخلي فأخذوا وياهم أجهزة الكمبيوتر والحاسوبات والسيرفراءة وأخذوا معهم أيضا وثائق ومستندات وضابط وضابط من الشينبيث وواحد ضابط آخر كان موجود في المكان بس ضابط كبير في الشينبيث يعني أو الشاباك هذا هدف حط على جنب وتخيل حجم المعلومات التي حصلوا عليها أريد أن أشير إلى أنه يعني راح تشوفون وشفت في الأيام القليلة الماضية لعلكم عن نصفيات حصلت لبعض العملاء هنا وهناك بس هذا أول الغيثي والثاني الهدف الثاني اختراق مقر الوحدة 8200 في هذا القطاع الجنوبي وأنا قلت لكم سابقا الوحدة 8200 وخطرها وشغلها وأهدافها وحكينا عنها في لقاء سابق أرجو أن تراجعوا باستمرار هذا المحور هذه الوحدة لديها مهمة التجسس على غزة وعلى مصر وعلى الأردن وفي البحر الأحمر اليمن وملحقاتها وعلى إيران وأخذوا معهم الأخوة كل المعلومات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني حط عليها خط معلومات في هذه الوحدة تخصوا البرنامج النووي الإيراني والعملاء الإيرانيين في داخل وخارج إيران الذين يتجسسون على البرنامج النووي الإيراني وكل من ينشط ضد هذا البرنامج النووي الإيراني من جواسيس شغل هذا يعني واحدة من أهدافها أقصد أو مهامها وأخذوا السيرفرات وأخذوا الوثائق وأخذوا المستندات وراحوا ما بقوا بعدين شوفوا يتأكون استمرت المعارك في بعض المستوطنات وبعض المواقع قلت لكم هذا كله نور على نور لا هذول هاي أهدافهم الهدف الأول حققوا ورجعوا يمكن يعني أقل من ثلاث ساعات بقوا ورجعوا الهدف الأول الهدف الثاني شوي طولوا وهم رجعوا حدود الحادي عشر ورجعوا واللطيف أن كل هذه المعلومات أخرجت خرجت من الأراضي المحتلة من فلسطين المحتلة وأرسلت إلى الخارج انتبه على هذه المعلومات ليش ميريجون حرب مع إيران وعدم من مخاوفهم هي أن إيران الآن كما يعتقدون أسه هم يقولون بما أن هذه المعلومات طلعت من عندنا يعني حتما هم يتهمون حركة المقاومة بأنها أذرع إيران حتى بعضهم يعني لحظت بعض التسريبات هناك تتحدث عن أنه في لبنان تم الاجتماع بين أحد قادة المقاومة خرج يعني من هذه العملية خرج إلى لبنان واجتمع بأحد قادة حزب الله وهم يقولون وأحد قادة الحرس الثوري وسلمت لهم هذه المعلومات لكن بالتأكيد يعني المعلومات قوية تروح فخافوا من أنه يعني محتارين شي يسوون ما يعرفون والإيرانيين هم يذبحون بقطنة وحزب الله جاي تشوفون شون يلعب بهم جولة والوضع الآن يعني إن شاء الله بالمستقبل سأكشفوا عن المزيد عن هذه الوحدة تحديدا منت 1200 وما أصابها الهدف الثالث هو أكو قاعدة عسكرية موجودة فيها في منطقة الغلاف قاعدة مهمة جدا هذه القاعدة العسكرية كان الهدف الثالث هو السيطرة عليها والحصول على الخطط العسكرية وخطط الطوارئ التي كانت مخطط وكانت موجودة في هذه القاعدة واكتشفوا كما قلت لكم سابقا أن ما يسمى بعملية السيوف الحديدية كان مخطط لها أن تتم قبل عملية طوفان الأقصى هذا مو بس كشفتها بعدين وثائق وزارة الاستخبارات الكيان الصهيوني تحدثنا عنه في محور سابق ونشرنا الوثيقة لا لا مو بس هذا بل شافوا من اقتحام هذه القاعدة العسكرية شافوا أنه لا 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 أنه هذا الكيان كان يعد العدة لاقتحام غزة وتهجير سكانها وتنفيذ هذا المخطط الذي إن شاء الله لن يكتب له النجاح في تهجير سكان غزة إلى مصر وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن وبالنتيجة بعدين الوصول إلى ما يسمى بصفقة القرن وحتى يعني يقول لك خلاص منه القضية الفلسطينية ويقومون بتأسيس ما أصبح يعرف بإسرائيل الكبرى التي أعلن عنها وأكرر وأرجو أن تشاهدون هذه الخريطة مرة أخرى التي نشارها بن يامين نتنياهو كان منتصر كان متوقع أنه خلاص أنا بعد أيام رح نسوها هاي العملية وما يدري أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا عندما أعلن في نيويورك في سبتمبر الماضي عن أن التطبيع مع السعودية سيحقق الشرق أوسط جديد أو كبير من دون الفلسطينيين ويشمل طبعا هذا الشرق الأوسط الجديد هيمنت الكيان الصهيوني على الأرض وعلى جزء كبير من العراق وحتى على مصر التي وقعوا معها ومع الأردن على اتفاقيات سلام عموما هذه الأهداف الثلاثة الرئيسة التي كان قد حققها ونجح فيها الطال أوفان الأقصى ولهذا تجد أن الكيان الصهيوني فقد التوازن واحتاج بذلك إلى أن يأتي الأمريكي بنفسه ليضبط فرامل هؤلاء ويحاول أن يعيد الصورة إلى ما كانت عليه على الأقل قبل السابع من أكتوبر وهذا مقال حقيقة نفت انتباهي في إسرائيل هيوم هذه الصحيفة الصهيونية عبرية يتحدثون عن الوحدة 8200 اللي احكينا عنها قبل قليل يقول كان من الممكن أن تنقذ الوحدة 8200 إسرائيل من سبعة أكتوبر لكن لماذا لم تعترف بفشلها يجي هذا غوام أشبه بالتحقيق هذا المقال ويتحدث مع جميع القادة المعنيين في وحدة استخبارات الإشارة الخاصة بما يصبح بجيش الدفاع الإسرائيلي ويقول جميع هؤلاء القادة كانوا نائمين ألف عجلة القيادة تخيل واحد بيدي السيارة يسوقها ونائم وين تروح السيارة وتروح الذب بالهاوية فهم يتحدثون عن الهاوية عن الوادي السحيق ويذكرون طبعا ما يذكرون أسامي هؤلاء الجنارالات يطوهم حروف ويتحدثون عنهم فقط مقال خطير يعترف يقول كان أول من تولى مسؤولية الفشل في سبعة أكتوبر هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليذي وتلاهو رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار ورئيس مديرية المخابرات العسكرية أهرون حاليفة وقائد المنطقة الجنوبية يارون معرف شنوه الذين اعترفوا جميعهم بمسؤوليتهم و بالأخير يختم ويقول بعد كل هذا لا بد من التوضيح الشيء الرئيس لا يزال أمامنا ستكون هناك أيام وأسابيع صعبة ومضطربة ومؤلمة ومدمرة للأعصاب ابقوا معا الحقيقة العارية كيف قامت حماس ببناء قوة لمهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر هذا في الواقع أنوان أنا استعرته من تحقيق قامت به بي بي سي نيوز يعني باللغة الإنجليزية ويعني استطيع أيضا أن أقول أنه مقال تحقيقي مفصل أو تقرير تحقيقي أشبه هو تحليل هكذا يقولون أظهر تحليل بي بي سي نيوز أن خمس جماعات فلسطينية مسلحة انضمت إلى حركة حماس في الهجوم المميت بهل المصطلحات الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل هسهم يقولون إسرائيل كيما هو هاي فلسطين ومو بس فلسطين يعني هس حتى لو نيجي نتحدث بلغة القانون الدولي والأمم المتحدة اللي يعترف بوجود هذا الكيان اللقيط في هاي الأراضي التي تم هاي الأراضي باعترافهم باعتراف أمين عام الأمم المتحدة وباعتراف الكثير من القادة الغربيين هاي الأراضي التي تم تنفيذ الحملية فيها هي أراضي فلسطينية وفق أقول ما يسمى بنظرية الاعتراف بالكيان اللقيط غلاف غزة تحبون حتى لو تشوفون أنتو العمليات يعني ما يسمى بالعمليات الدفاعية أو رد الفعل للكيان الصهيوني أيضا يتكلها في الأراضي المحتلة لهذا يجي أبي العام الأمم المتحدة وغيره قال يا با يعني هذا رد فعل ما قام به الفلسطينيون في 7 أكتوبر هو رد فعل على الأقل 17 سنة من المحاصرة والتجويع والتقتيل ومنذ حتى اتفاقات أوسلو 1993 هم ما سوتوا لهم شي يسون في داخل فلسطين يقول بعد أن تدربت معا يعني هذه المجموعات الخمسة الجماعات الفلسطينية الخمسة انضمت إلى حماس وتدربت معها في مناورات عسكرية اعتبارا من عام 2020 فصاعدا من نقول الله سبحانه وتعالى فقذف في قلوب وقذف في قلوبهم الرعب وهو هاي العناية الإلهية الله يقول ان تنصر الله ينصركم ان تنصر الله ينصركم شروط النصر احنا لازم دائما ندرسها يا أحبائي من يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين نصر المؤمنين احنا مسلمين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم الإيمان شيء والإسلام أن تنطق الشهادتين شيء آخر من تكون مؤمن وتثق بقدرة الله وتقدم أول الله خالق الأسباب لكن أنت أيضا عليك أن اعقلها وتوكل أن تقوم بما ينبغي أن تقوم بيه فينصرك الله وشفتو مناورات أمامهم يسووها أمنا يمين خلف العجلة كما ذكرت لكم في المقال السابق في صحيفة هيوم إسرائيل هيوم يعني إسرائيل اليوم ويقول أجرة المجموعات مناورات مشتركة في غزة تشبه إلى حد كبير التكتيكات المستخدمة خلال الهجوم المميت بما في ذلك موعد يبعد أقل من كيلو متر واحد يعني أقل عن الجدار هذا الجدار اللي اللي أنهار وتحسبهم أنهم يعني يحسبون أنهم مانعتهم حصونهم من الله مع الكيان الصهيوني ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتدربوا على احتجاز الرهائن بمناسبة الرهائن أنا ما ذكرت في المحور السابق ما يقولوا الرهائن هو الهدف الأساسي من اللي ذكرت لكم ثلاث أهداف بالضمن أسر ضباط اللي هما راحوا على ضباط ضباط عمنيين وعسكريين مهمين جابوهم لأنهارهم معلومات عدهم خزان من المعلومات بالأثناء صارت صار اللي صارو هذا يعني أحد الدبلوماسيين المصريين السابقين وهو أيضا ضابط محابرات سابق يقول هذا بونز يعني ماكو هاي شون شوية وكافئة حصل على علاوة علاوة هاي علاوة اخذوه وياهم وحصلوا بيحققوا بيها هذه النتائج ستلا تقل لي أكو شهداء بالمدنيين هذا البحث آخر وانت تعرف كل زيان عملية النصر وتعريف النصر ليس علاقة بعدد القتلى الذين يسقطون النصر هو أن يفشل هذا الكيان في تحقيق واحد من أهدافه ولم يحققها المهم تدربوا على احتجاز الرهائد يعني الأسرة الضباط ومه الأطفال وعرفوا كل الزيان يأخذهم بسهولة ومداهمة المجمعات واختراق الدفاعات الإسرائيلية خلال هذه التدريبات التي جرت آخرها قبل 25 يوم فقط من الهجوم المهم قامت هذه يعني شبكة بي بي سي نيوز وحققت كما تقول هي من هذه الأدلة التي تظهر كيف جمعت فصائل حماس فصائل غزة لصق الأساليب القتالية وحققت ما حققته هذا نتحدث عن الحقيقة العارية الحقيقة العارية أحبائي أيضا كما قلنا لكم تتجلى في كيف قامت حركة حماس وباقي الفصائل في توجيخ ضربة قوية وقاصمة لنظرية الأمن الصهيوني لنظرية الأمن الصهيوني الآن نتحدث سابقا عن الكثير من اليهود الصهاين الذين عاشوا في الكيان الصهيوني أخذوا يفكرون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بس أنا شفت ملاحظة كلش مهمة في الفترة الأخيرة وتحدثت لكم عن جزء منها وهذه الحقيقة العارية التي يجب أن يعني الحقيقة التي كشفت ظهر هذا الكيان وأن هذا الكيان قابل للزوال بطريقة سلمية من الداخل من الداخل شفت حاخامات إسرائيليين مو ذول جماعة ناتوري كارتا ذول من الأول يرفضون قيام الكيان الصهيوني من أول للبداية لا لا شفت حاخامات لهذا الكيان الصهيوني بدأوا يتخلون تدريجيا عن الاعتراف بالكيان الصهيوني ويعودون إلى الحقيقة التي تقول أن القيام صهيوني في زمن الشتات هو بمرتبة الكفر يصل إلى حد الكفر بالله وشفت وقلت لكم سابقا عن شلومو ساند على سبيل المثال هذه مجموعة المؤرخين الجدد ولا يزال في تل الربيع موجود في يافا موجود لا يزال يتحدثون هؤلاء من قلب على هذا الكيان قالوا خلاص يعني ما عاد هذا الكيان يستحقوا البقاء بعدما شاهدوا كل هذا الذي يجري هذا هذا مودة مودة ولا تريد تعيش وتريد والله تريد الضم اليهود في أرض جغرافيا لا 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 هذه دولة قاتلة مجرمة هذه دولة تمارس يقولون نحن تعرضنا إلى المعرقة ومتعرضنا للمعرقة بالفلسطينيين ولا من العرب ولا من المسلمين ليه جاي نجي كما يقولون يكرر هذه المحرقة وأيضا هذا الكاتب اليهودي الشهير الدكتور قابو ماتي هذا الناجي من هذه المحرقة كما هو يعرف نفسه من المحرقة الهولوكوست يطلب يطلب ذاكريهم مع أحد المذيعين وهذا المذيع عند قناة معروفة هاي من القنوات التي تمولها أو تدفعها أو تروج للوحدة 8200 أو هم أعضاء في هذه الوحدة قائلكم سابقا هذا أول ما يجيب ضيف يجيب ضيوف كبار بهم بين أول ما يسئله هل تدينوا حماس وبعدين هل من حق الكيان يعني إسرائيل أن تدافع عن نفسه ويريد بأي شكل من الأشكال يغير من الحقيقة بس معظم الذين جاء بهم مؤخرا غلبوا ظهر المجنة عليه طبعا منهم فلسطيني منهم السفير الفلسطيني هنا في لندن وأنا أوجه له التحية بكل صراحة وهذا الكاتب اليهودي الشهير الدكتور قابو ماتي الناجي من محركة الهولوكوست يطلب من هذا المذيع زيارة غزة لفهم حجم معاناة أهلها ويقول فلان عليك أن تذهب إلى هناك لترى ذلك بنفسي كما فعلت أنا وسوف تبكي كل يوم لمدة أسبوعين من هول ما ستراه يقول له على الرغم من أنني كنت صهيونيا هذه الحقيقة العارية التي كشفتهم على الرغم من أني كنت صهيونيا إلا أني كنت يذروني اليهود مو كنهم صحيين الصحيين اللي أمنون بأنه سرعتهم دولة والدولة ترمون مهم من فلسطين بعد صارت فلسطين إلا أني كنت على الرغم من أني كنت صهيونيا إلا أني مؤمن الآن الآن بعد ما راح الغزة أنه يجب إعادة الأرض إلى الفلسطينيين هذا الظلم لا يمكن أن يستمر طويلا وبعيدا عن الردود التفصيلية المقدمة هناك أيضا الحقيقة العالية لقد فشلت دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في توفير الدفاع كلا للسبت الأسود كما تقول إسرائيل هيوم هاي جمنا الأخيرة وأختم بها ما يعني أن هذا النظام سيزول وهؤلاء الحاخامات سيسمون نفسهم حاخامات السلام هنا في بريطانيا موجودين هؤلاء تروا شيقولون يقولون حياتنا أمننا نحن اليهود أن نعيش تحت ظل الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر